ترجمة نانسي قنقر 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 اي يا حاتف الحمد لله على كل شي لها تعبت شوية موضوع كان صعب وفات شريم اثر فيها جل كمان عشان كده مش هادر انزل الشور الحمد لله ما عرفش بقى فيه موضوع الشركة الجديدة ده احكيت وخلت في مواضيعنا ماليش فيها اصلا ماشي حتى لما افضع اقولك وهكلمك السلامة قوليلي بقى دكتور ايه اللي حصل بالظبط ايه اللي حصل يا فندم زي ما حضرتك شايف اتضرب علينا بالقالي من جماعة ملسامين وهربوا بس ما حدش جراله حاجة مش غريبة دي يا دكتور ولا ايه مش فاهمة قصد حضرتك يعني دفعة قالت اتضرب عليكم ما يحصل لكوش حاجة اللي عملوا كده يا دكتور كانوا عايزين يهتوكم رصاص طايش في المكان كله بس مين بقى اللي عمل كده وليه ايه ده حضرتك بتعمل ايه بشوف شغلي يا فندم شغل حضرتك انك تقيس المسافة ما بين الجزائيات ومكان الضرب علشان تعرف تحدد نوع السلاح المستخدم وحضرتك بقى اللي هتعلميني شغليه اه على فكرة فعاد دكتورة سلمة القشقر استاذة الطب الشرعي والعلم الجنائي اه هو حضرتك تشرفني يا فندم على موم سيادتك ما تيليش لا طبعا لازم اقلق علشان مجموعة الخبرة اللي جوم قبل كده اخفاله تفصيلة مهمة جدا وما جابوش سيرتها زي الفوزة المكسورة على سبيل المثال لما يطلبوا حضرتك للتحقيق يا دكتور تداري تقولي كل اللي عندك طيب سلام دلوقتي مع السلام هو انا كل مرة يا ميس ايناس أشيل حصة الميوزيك ده انا مش بنحق على الساينت كمان أشيل حصة الميوزيك مومي السر حاتم في موصر من رياض بيسترزق وصيب الحصص بتاعته يا حبيبتي اوكي انتي تستحمليه هو مغرأة عبيات وبخور وجلاليب انما انا استحمله ليه بس خلاص انا هدخل الحصة بتاعتي ولما بقى يجي بقى ميس طرحاتم هبقى قوله يجيب معاه جلاليب وبخور ليك لا يا حبيبتي كفية عليك يا انتي الجلاليب والبخور والعبيات It's not my style عيني فيه وبقولي الخيب بس يلاقي مياسك بس 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 انا جاي لكم النهاردة بدل ميس طرحاتم ربنا يجيبه بسلامه وبما انينا في حصة الموسيقى حابة اسألكم سويا مين فيكم بيعرف يعزف او يغني او حتى يرقص طيب اتفكر فيه انت بتعرف انت او قبل ما تزعلنا ايه ترقص لنا على فكرة يا ميس الجيكا صوته حلو قوي وبيعزف كمان اطلع يا الجيكا سمعنا تحية الجيكا يا جمع اشترك كمان اغني اتفع اتفع اه اتفع 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 اعمل لو تسيبني عتبني جربني ما اقدرش عايش بعدي ما قلت ليش ترجع انت يا حبيبي ما تبتديش تبعد عشان كم حاجة حصلت يا مني عايش وبكرة تعرف يا حبيبي ما شعري ليك حبيبي يا عمري في يوم بعدي وعادي بعيد وتنساني دي الفكرة القاني ما ينشي قلب عليك اياك تعمل لو تسيبني عتبني جربني ما اقدرش عايش بعدي اهو يا نرمين دي الفاضة اللي لمتها نادي اول ما رجعت البيت يوم الحدث استني ما تلمسيش ما لمسش ايا دكتورة ما انت بتقوليني النادي اللي لمتها يعني البصمات كلها دخلت في بعضها خلاص مهمش ده المهم ومش ده اللي شغلني الفاضة دي تضرب عليها رصاصة من مكان قريب عشان كده كسرت بالشكل ده وتفتتت بالطريقة دي دكتورة سلمة ممكن بعد ازنك تهدي واتخلي كل واحد يشوف شغله انت ثبت الفاضة دي عندهم وهم يقرروا ان كان فيها رصاصة ولا لأ يا نرمين طويلي بالك علي بس تعالي شوفي شايف المقذوف اللي على الحيطة ده شايف العلامة دي ده معناه ان الرصاصة ضربت من مسافة هنا كده طب هما دلوقتي هياخدوا بالكلام ده ما هم لازم ياخدوا بالكلام ده التقارير اللي حصلت دي حاجة عشوائية شغل كروتها يعني ربنا يسر انا مش هعارفة فيلم الروعب اللي احنا عايشين فيه ده هيخلص امته انا حاسة ان خالد تهدد انه يعمل كده في حاجة مش مفهومة في حاجة نقصة انا مش فاهمها طب اهدي بس يا حبيبتي وبإذن الله كل حاجة هتبانوا فوقتها كمان اهدي انتي بس انا اسفة دكتورة سلمة انا مضطرق امشي دلوقتي عشان عندي معادة مهمة جدا معصام مصورة اياه؟ الدكتور ربنا يسهل ادعيلي والنبي ربنا وفاقك يا نرمي خلي بالك من نفسك كل حاجة هتبقى كويسة لا بسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة